28 دقيقة نعمل التالة على الون مونديال على الون مونديال على الون مونديال تقريبا أكثر أخبار قاعد دور وقاعدين الروفية ليهو دمشق التي ستحضر القمة العربية بتونس الأعلامي فما كويتي ورئيس تحريط صحيفة السياسة الكويتي أحمد الجارالة يقولوا أنه رئيس عربي جديد سيتوجه لزيارة سوريا في العاشر من جنفي المقبل مؤكد وأنه سوريا بيشتحضر مؤتمر القمة العربية المقرر عقدة في تونس مارس القدم هدايا اللي تم تداوله تقريبا في مختلف وكالية الأنباء والصحفة العربية نتعداو إلى صورة أخرى قاعدة دور في الصحافة العربية ذكرى 12 لإعدامه نحكيه على صدام حسين الأسطورة الحية كما يسميها البعض صدام حسين حي في وجدان العراقيين رغم مرور 12 سنة على راحله لا يزال الرئيس الراحل صدام حسين يحتل ما كان في وجدان العراقيين والعرب كافتان اللي يتحصرون على فترة حكمه معتبرين أن العراق بعده أرق في الظلام والفوضى والدماء والطائفية وانهيار كل ما تم بناءه رحم الله الشهيد صدام حسين على كل فما زاد أخبار العالمية زاد نتعداو إلى أمريكا واستوقعات بالصعوبات في الاقتصاد وصدامات في السياسة هل يمكن أن يكون 2019 هو الأسوأ في أمريكا روسيا اللي تبدأ 2019 بنشر جيل جديد من صواريخ الدفاع الجوي وكالة الأنباء الرسمية الروسية اللي قالت وأنه وزارة الدفاع الروسية البارح لحد تقول أنه بيش تنشر خلال 2019 جيل جديد من منظومة الصواريخ الدفاع الجوي أس ثلاثمية وخمسين في تياز هوي صواريخ أرض جو يتروح مدها بين القصير والمتوصل يحل محل منظومة الأس ثلاثمية المتهالكة ويقول تقول وزارة أنه الجيش الروسي نشر منظومتين بانستير إس وإس كاتسون خلال عام 2018 في شبه جزيرة القرم اللي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 على كل والنشر المنظومة هذه اللي هو ينظر وأنه سنة 2019 بشي تكون فيها التوترات كبيرة في المنطقة رغم خروج أمريكيا من سوريا خلال مئة يوم ديمقراطيون يستعدون لدخول سباق الرئاسة 2020 ومنافسة للترامب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقول وأنه أربع من أعضاء مجلس شيوخ الأمريكي ديمقراطيين يستعدون لإطلاق حملتهم لخوض السباق الرئاسي في 2020 في غضون سبيع مما يحكس الضغوط المكثفة اللي يوجه لتأسيس أنفسهم كمرشحين بارزين في المجال الديمقراطي تقريبا كمانا لإيون مونديال